السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سنتكلم عن رؤية ماء البحر في المنام ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو يقول ابن سيرين أن رؤية ماء البحر في المنام دلالة على البلاء الذي سوف يصيب الرأي عندما يشاهد النائم ماء البحر خلال منامه دليل على الفتنة التي عمت في البلاد والله أعلم مشاهدة الرأي أنه يتوضأ من ماء البحر في المنام دليل على تفريج الهموم والأحزان أما إذا شاهد مشجون أنه يغتسل من ماء البحر في منامه علامة على فك حبسه قريبا الشرب من ماء البحر في المنام قد يرى الحالم نفسه يتناول الماء من البحر ويقوم بشربه وهذه الرؤية تدل على امتلاك الدنيا وماله شرب ماء البحر ملك وسلطة كبيرة ويدل الشرب الكثير حتى الارتواء على طول في العمر وبركة في الرزق شرب ماء البحر في المنام للعزبة دليل على اقتراب الزواج من شخص صالح السمعة تعبئة ماء البحر في المنام من أجل تناوله دليل على جمع الكثير من المال أما رؤية الغوص في البحر والخوض فيه دلالة على المحن والصعوبات التي يعاني منها صاحب المنام أما في حال رأى الحالم أنه ينزل البحر ثم يخرج دليل على الفرج وزوال الهم والغم ترجمة نانسي قنقر